إيه اللي هيحصل في الاربعين يوم اللي بقيين في عشرين تلاتة وعشرين وإزاي بعد أيام المصريين هيودعوا أصعب سنة مرت عليهم في الاقتصاد والمعيشة وإيه العهد الجديد اللي دخل عليه مصر وإيه اللي هيحصل في ديسمبر اللي جاي كل المشرب بتقول إن سنة عشرين تلاتة وعشرين هتكون آخر طريق الصعب والأزمات الكبيرة وإن اللي جاي مجرد توابع خفيفة قبل الاستقرار الكبير والانطلاق ودي على فكرة دورة الأزمات في العلوم الاقتصادية واللي عادة بتبتدي بأزمة خفيفة وبعدها بتزيد لحد ما توصل للزروة وبعدها تقل لحد ما تختفي وهكذا وفي مصر أزمة الدولار وصلت لزروتها في الشهر اللي فات وابداية نوفمبر متوقعة تقل حدتها مع نهاية الشهر قبل ما تختفي خالص ليه بنقول للأزمة الأساسية؟ لأن الدولار هو سبب كل اللي بيحصل في البلد من صعوبات اقتصادية وكلنا عارفين القصة بدأت إزاي وإمتى واللي حصل بعدها بداية من الحرب الروسية وارتفاع أسعار السلع عالميا بشكل كبير جدا وفطورة الاستراض وخروج الاستثمار المباشر أو الأموال الساخنة بعدها ظهرت السوق السوداء وأطراف تانية دخلت على الخط وناس تانية استغلت الدولار في تسييس الأمور وحملات مغرضة وضغوط دولية مصر ما سكتت شوكات قد كل التحديات وقدرت كمان تخلي الظروف الصعبة كلها تخدمها واستغلت أزمة الدولار عشان تخلص منها نهائيا وتستغنى عنه دخلت البريكس وعملت مقيدة عملات وبقى بتستورد السلع بالسلع ووفرت مليارات الدولارات من أكتر من بند في الاقتصاد زي ترشيد فطورة الاستراض التعامل بجنيه مع دول البريكس المقيدة في استراض السلع وده هيحصل بمجرد دخول مصر البريكس رسميا يناير اللي جاي بدأت أزمة الدولار تتحل رغم الأسعار الوهمية في السوق السودة والدليل على كده توفر الدولار في البنوك بشكل كبير من ساعة الأزمة واستقرار أسعار الصرف واختفاء أزمة البضايع في الجمارك طب ليه الدولار في السوق السودة بيزيد؟ هقول لحضرتك لنفس الأسباب اللي بتقول الدولار هيختفي ومحدش هيحتاجه زي الأول لأن السوق السودة عاوزة تخلق حالة وهمية أن الدولار عليه طلب وسعر وضرب وفيه قرارات صعبة جاي في الطريق الحدث الأهم في 2023 واللي هيدخل مصر لسنة 2024 وهي متطمنة على مستقبلها هو إجراء انتخابات الرئاسة والمصريين منتظرين فيه تجديد العهد للرئيس السيسي في وقت البلد محتاجات جدا عشان حماية الأمن القومي المصري والخطر اللي بقى حوالينا من كل حتة والملفات الصعبة واللي هو الوحيد اللي عارف يتعامل معها ده غير استكمال التنمية الشاملة وكل المؤشرات بتقول أن بداية 2024 هيكون فيها وضع تاني مختلف في مصر وكل خير بإذن الله أنا أشركة أشرف وإلى اللقاء اشتركوا في القناة